مازلنا في الوحدة السادسة ونبدأ معها مثال أربعة على طريقة التخصيص التبادلي الشركة الصناعية ABB تستخدم طريقة التخصيص التبادلي لتخصيص تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج والآية البيانات المستخرجة من سجلات الشركة عن إحدى الفترات علم بأن مصنع الشركة يتكون من مركزي انتاج هما التقطيع والتشطيب ومركزي خدمات هما سين وساط دي البيانات بتاعتها أدي مركزي الانتاج التقطيع والتشطيب دول الانتاج ومركزي الخدمات اللي هما سين وساط دول خدمات البيانات المعطى التكاليف الصناعية غير المباشرة مركز التقطيع 40 ألف والتشطيب 40 ألف مركز الخدمة سين 20 ألف ومركز الخدمة صاد 20 ألف نسبة الاستفادة من مركز الخدمات سين مركز التقطيع يستفيد من سين بـ 50% هنا علامة استفهام علامة استفهام وصاد بيستفيد من سين بـ 20% نسبة الاستفادة من مركز الخدمات صاد مركز التقطيع بيستفيد من صعد بـ 25% ومركز التشطيب بيستفيد من صعد بـ 50% ساعات دوران ألات في مركز التقطيع 40 ألف والتشطيب 20 ألف المطلوب إعداد قيمة توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز إنتاج تبقى لطريقة التخصيص التبادلي واستخراج معدلات التحميل لكل مركز إنتاجي طبعا نحسب معدل تحميل لكل مركز إنتاج رقم 2 تحديد نصيب الأمر الإنتاجي من عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة علما بأنه استفاد بما يعادل 400 ساعة في المركز ألف و300 ساعة من المركز باب الحل عشان نحل مثال أربعة على طريقة التخصيص التبادلي في الجدول اللي كان معطى عايزين نستكمل نسب الاستفادة الناقصة من خلال عشان نستكمل النسب حول مركز الخدمة لا يخدم نفسه يعني تقاطع مركز الخدمة مع نفسه حنحط شرطة نضع شرطة تاني قاعدة مجموع نسب الصف لازم يكون 100% نطبق الاتنين دولت نيجي على الجدول أنا كان عاطيني في الجدول نسب الاستفادة كان عاطيني دي كات معطى ودي كات علامة استفهام ودي علامة استفهام لما نيجي نطبق القاعدة الاولى اللي هي مركز الخدمة لا يخدم نفسه معناه ان سين وسين ما يخدمش نفسه وبدأ نحط شرطة تقاطع السين مع السين شرطة ونعندي المجموع الصف لازم يكون المجموع 100% طب اجمع بقى الخمسين المعطى والعشرين المعطى يبقى سبعين من المية في المية يتبقى كام يتبقى الثلاثين طب نفس القاعدة بالنسبة للنسب الاستفادة من صاد كانت دي معطى 25 معطى والخمسين في المية دي معطى دي كات علامة استفهام ودي كات علامة استفهام طب هنا القاعدة اللي بتقول ايه مركز الخدمة اللي هيخدم نفسه يبقى الصاد تقاطع صاد مع صاد عمود صاد مع صف صاد نحط شرطة بيخدمش نفسه ونجمع 25 في المية وخمسين في المية بخمسة وسبعين في المية والمفروض الصف مجموعه 100 في المية ليه القاعدة التانية يبقى الباقي كان 25 في المية ده الباقي وبيت البيانات في الجدول زي ما هي طب حنبدأ تمهيد للحل وعمليات حسابية حنكون المعادلات ونحلها طب ازاي نكون المعادلات نفرض ان سين تمثل اجمالي تكاليف مركز الخدمة سين وصاد تمثل اجمالي تكاليف مركز الخدمة ايه صاد ارجع تاني للجدول بتاع نسب الاستكمال انا عشان اكون طريقة التخصيص التبادلي المعادلات نكون معادلات عددهم بعدد مراكز الخدمات يبقى حنكون معادلتين أنا عندي مركز خدمات أدو واحد مركز خدمات سين وده اتنين مركز خدمات صاد يبقى أنا عندي معادلتين اللي عايز أكونهم ليه عايز أكون معادلتين لأنني عندي مركزين خدمات يبقى حنكون معادلتين نكون معادلتين إزاي نفرض إن إجمال تكلفة مركز الخدمة سين هي سين وإجمال تكلفة مركز الخدمة صاد صاد نكون المعادلة الأولى سين تساوي سين اليه دي 20 ألف أنزل تحت كده زاد كامل 25% دي من مين من صاد يبقى المعادلة الأولى سين تساوي 20 ألف زاد 25 من مية أبصد الله بتاعت مين صاد يبقى المعادلة الأولى سين تساوي إلى 20 ألف زاد 25 في المية صاد المعادلة الثانية بنفس الطريقة سين تساوي انزل تحت كده رقمه كام 20 ألف يبقى سات تساوي 20 ألف انزل تحت كمان زاد كام 20 في المية من مين من سين يبقى المعادلة الثانية سات تساوي 20 ألف زاد 20 من مية سين ونكون المعادلتين دول نحطوهم تحت بعض ونحلهم آنيا يبقى يبقى سين اللي هي أصل تكلفته زاد الاستفادة من صاد المعادلة الثانية لما نيجي نكونها بقى هي بسين ساوي إلى 20 ألف زاد 25 في المية صاد صاد بقى أصل تكلفته زاد الاستفادة من سين يعني ساد ساوي إلى 20 ألف زاد 20 في المية سين وابدأ حط المعادلة دي والمعادلة دي تحت بعض ونبدأ نحلهم آنيا سين هتساوي إلى 20 ألف زاد بدل كلمة 25 في المية خلانا 25 من مية هي هي يبقى سين 20 ألف زاد 25 من مية صاد دي المعادلة رقم واحد المعادلة رقم اثنين صاد تساوي إلى 20 ألف زاد 20 من مية سين دي كانت أصلا 25 20 في المية شئنا علامة في المية حطنا علامة من عشرة وابدأ أحل المعادلة دي الحل آني حاول بالتعويض عن قيمة صاد من المعادلة 2 في المعادلة واحد يعني دي قيمة صاد هاي حنشيل القيمة صاد دي ونحطها هاي هنا مكان الصاد دي يبقى لما جا كون سين شوف كده سين بقى يبقى سين تساوي شوف سين فوق 20 ألف زاد 25 من مية ها شيل صاد وحط افتح قوس بقى وحط كل الكلام ده شيل صاد اللي هي 25 من مية افتح بقى قوس دي اللي هي كانت صاد كلها حط ما كان هي 20 ألف زاد 20 من مية سين أبدأ أصف المعادلة دي بقت معادلة فيها مجول واحد أفك القوس ده يبقى سين ساوي 20 ألف زاد فك القوس اضرب 25 من مية في 20 ألف حاصل ضربهم يطلع 5000 زائد عشان هنا في زائد 25 من مية في 20 من مية سين أبدأ أنقل السينات في طرف والأرقام في طرف دي كاتسين يتنقلها 5 من مية سين هنا كات 5 من مية سين بالمجاب تروح هناك بالسالب بقت 5 من مية سين تساوي مجموعة 20 ألف و الخمسة غمس تلاف بـ 25 ألف أصف ديت طبعا هنا سين معامله معناه معامل واحد صحيح يبقى واحد صحيح ناقص 5 من مية بالقال الحزبة يبقى 95 من مية سين تساوي 25 ألف طب يبقى سين كام أقسم بقى 25 ألف على الكام على 95 من مية يبقى سين 25 ألف على 95 من مية تطلع 26 ألف 315 فاصل 7 8 يعني بالتقريب لو قربنا الرقم ده يبقى 26 ألف 316 تقريبا بالتعويض عن قيمة سين في المعادلة 2 حنا طلعنا دي قيمة سين دي قيمة سين تعال بقى في المعادلة رقم 2 وشيل سين وحط قيمتها أطلع قيمة صاد يبقى ما جيب صاد صاد تساوي صاد حتساوي كانت 20 ألف زاد إلى 20 من مية سين أشيلها وحط ما كان كام 26 ألف 316 تطلع صاد 25 ألف 263 أدي قيمة صاد 6 ألف 10 6 ألف 7 ألف 9 ألف 9 اشتركوا في القناة